ثلاثة أمور ترح اتحاد النقل للبرة لتجنب رفع تعرفة النقل أولا البطاقة التمويلية للصائقين وتقديم مبلغ بإيمة 500 ألف وتخصيص عدد من صفائح البنزين والمزوت للسيارات والشاحنات العمومية بسعر منخفض أي 40 ألف للبنزين و30 ألف للمزوت هيدا الاقتراح كما يؤكد رئيس اتحاد النقل للبرة بسامة ليس لأتجاوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد الاجتماعي المعقد بالسراي بحضور عدد من الوزراء المعنيين ولكن لحتى اللحظة ما تنفذ وحاليا يشدد طلايس عبر الـ OTV أن هالاتفاق بفتح اعتمادات مالية استثنائية يجب اتخاذ قرار بشأنه بشكل سريع وإلا تعرفة السرفيس رح تصير 20 ألف ليرة ما لم تقرر الدولة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه نحنا بالتأكيد رايخين على التعرف ألا بدنا ندرسها نحن وزارة الأشغال وما بين الـ 16 والـ 20 ألف للسرفيس الصغيري يعني سيارة سياحية الفان طبعا غير أرخص أكيد ولكن مش هون الأساس الأساس هل هالحكومة ودولة رئيس الحكومة الأستاذ حسان دياب بدوا يعطي تعليمات البدع بالتنفيذ وخاصة أنه عملنا اجتماع الثلاثة الماضية بمكتب ست زينة عكر دولة نائب رئيس الحكومة حضروا خمس وزارة معها واتفقنا على البدع بالتنفيذ وأخذ فرصة وعالي وزير المالية للتنائل لبكرة يعني أنه رد خبر قداش كل فتاة لحتى يعملوا أرارة السنائل أو يشوفوا الصيغة الأنونية لا يغطوا هالموضوع الصائقون العموميون اعتبروا أنه تعرفت النائل لازم تصير عشرين ألف ليرة لا يتمكنوا من الاستمرار بالعمل بين 16 والعشرين ألف مين بيرد علينا؟ مين بيتبع 16 ألف أول عشرين ألف؟ العشر تلاب ما أنا عم بيتبعوا كيف بدنا نعيش؟ منروح منسرق مننهب نشاء هالي ما بطلع المئة ألف نشاء هالي إذا الشغال قملي فجر للنجر ما بطل المئة ألف السيرفيس بثمين تلاب مش زابطة معنا أقل شي لاز نكون عشرين ألف يعني نهار منوقف لقى الترمبة منعبي كل نهار منضيع وقتنا وتاني يوم منشتغل لأن طامع عائلتنا هايدي منكون مكسورين قطع كله على الدولار كله على فرق الدولار بدك تدفعي على عشرين ألف السيرفيس عشرين ألف حتى توفي مين معه يدفع عشرين ألف؟ الله يساعد العالم ما حدا بيروح ما حدا بيجي وقفين وقفين عم نغني يعني يا لال عرفت كيف؟ عم نغني للدولة تعالوا عنا شوفونا وشوف وضعنا ربما تكون ارتفاع بدل النقل إلى عشرين ألف ليرة منصف للسائقين ولكن بالوقت نفسه مواطن رح تكون فوق قدرته بظل عدم تصحح الأجور